ازاك يا جماعة النهاردة في حلقة جديدة هنا في على هوم سينما النهاردة رجعنا نعمل فيديو جديد هنا على هوم سينما النهاردة هنعمل جديد هو فيلم اللي هنعمله هو فيلم جودزيلا من نوعية الافلام او سواء جودزيلا او عامة من نوعية الافلام اللي انا دايما يعني بحسها عادية جدا مش بحسها بالنسبة لي بس في ناس كتيرة اجمعوا ان بصراحة ان يعني حاجة يعني احسن بكتير قوي من اجزاء اللي نزلت زمان افلام اللي هي بتاعت جودزيلا بتاعت زمان وفيه عاملين شوية فيها فاكس حلوين يعني وكده انا بصراحة مش من نوعية الناس اللي بتحب كينج كونج او بتحب جودزيلا بصراحة بس حبيت ان انا اعمل اعمله خلاص فيلم جودزيلا هو مفروض ان هو هينزل السنة دي في الفين واحد وعشرين وبالأخص في مارس اه مش عارفين امتى مارس اه تقريبا ستة وعشرين على معتقد يعني هو قدامي هنا مش قدامي هنا الديت او ريليز ديت الفيلم من اخراج ادم وينجارد ادم وينجارد ده اللي كان عامل فيلم ده وان شاء الله بازن الله احتمال هعمل له في البيت قدام شوية وكان عامل برضو بلاير ويتش وكان عامل اه الفيلم ده نوت فيلم المتخلف اللي كان اسمه ده ده يعني اعتبر يعني يعني مش عايز مش عارف هو ليه بصراحة اللي اتفرج على بتاع ده نوت حاجة واللي اتفرج على الفيلم بتاع ده نوت الفيلم بتاعه ده حاجة تانية خالص يعني حرفين مفيش اي مقارنة والكاتب بتاع اه الفيلم هو اريك بيرسون وده بصراحة لان الكاتب بتاع الفيلم بتاع هو نفس الكاتب اللي عمل هو اللي كتب فيلم وهو اللي كتب فيلم بلاك ويدو. الفيلم اللي انا مش متحمس له خالص. اه الفيلم من بطولة اه اللي كان عامل طرزان ومعانا ميلي بوب راون دي اللي كانت عاملت دول يعتبروا اللي في الفيلم. اه عذروني لو انا بتفرعي على تريلر ما تحمستش قوي بصراحة لو انا بتفرج علشان انا مش من نوعية الناس اللي بتحب سلسلة افلام جودزلا او كين كونج. ده من زمان قوي من قديم الازل يعني من سلسلة ما بدأوا يعملوا اصلا سلاسل جودزلا او كين كونج يعني من زمان. فانا لو لقتوني بارد شوية في ردة الفعل اعذروني غصبا عني لان انا مش من نوعية الناس اللي بتحب نوعية الافلام دي قوي. او يمكن الله اعلم ممكن الفيلم يعني يعجبني ويعجبني التريلر ليه لا. ممكن يغير رأيه. اه طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة. هشوفه معاكه دلوقتي الاول مرة جودزلا versus king kong على home cinema. يلا بينا. This is our only chance. We need kong. The world needs him. She is the only one he will communicate with. I know that they had a bond. She had nowhere to go so I think that in some way Kong did the same. موسيقى 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 هذه المناسبة المترجمون موسيقى وقاتلزه يسرحل إلى مازلنا ونعن نعرف لماذا موسيقى يا جماعة اه هو فعلا هينزل في الفين واحد وعشرين زي ما انا قلت انا في حاجتين شدوني في التريلر ده كله الحركة بتاعت البنت الصغيرة لما كان بتعمل لكونج كده ده حسسني شوية لي فيلم اي تي مش ات اي تي بتاع ستيفن سبيلبرد بتاع الكائن الفضائي والحتة اللي في الاخر يعني يعني صباح ثور مع ثانوس فاشخ في اند جيم يعني انتم اخدتوا بالكم من الحتة الكنج كونج هو بيعمل كده مع جوتزيلا اساسا هو هينزل عليه حاجة في دماغه يعني فكرني بالمشهد بتاع الثور لما نزل في وكاندا ونزل على البتاع بتاع نزل ممسك البتاع في ايده ونزل على على عشان يموته يعني فكرني نفسا مشهد بالزبط بالزبط بصوا عشان اكون صريح معاكم انا مش عارف ازا كان هتفرج عليه ولا لا يعني انا حاسه برضو تريلر عادي بالنسبة لاي حد ممكن يكون تريلر ده هايب من هنا للسنة الجاية هو برضو هو مستو ان هو هينزل على فهو نزل على منصة من المنصات اللي احنا ممكن نتفرج عليها واكون صريح معاكم مش من نوعية الافلام اللي انا ممكن ادفع لها فلوس عشان اخشها سينما عشان اكون صريح معاكم بس هو حاجة حلوة ان هو نزل على فممكن اتفرج عليه على منصة من المنصات اللي هتبقى متاحة على النيت فدي بالنسبة لي حاجة كويسة جدا اه اللي هو هيبقى موجود قدامي على النيت اتفرجت عليه موجود متاح اتفرج عليه كي انا بيها ما اتفرجش عليه خلاص مش فرقة معايا كتير بصراحة لان انا زي ما قلت في الاول مش من محبين الافلام بتاعت جوتزيلا او كينج كونج اه كينج كونج طبعا ما اعتقدش ان هو اللي طلع و جوتزيلا ممكن ممكن يكون او سوري على ما اعتقد يعني اه وتقريبا اكيد وش بقى حيبقى فيه ثانية موجودة في الفيلم ده اكيد وش مش بعيد يكون مسلا فيه بتاع اتنين تلاتة كان فيه حد كان بيطير كده شابعة تنين ده تقريبا ده هو اه انا بصراحة عشان اكون صراحة معاكم بنسبة رقبي لي الفيلم هي خمسة من عشرة مش اكتر من كده عشان انا بالنسبة لي انا انا مع كامل احترامي لكل الناس اللي بتحب نوعات الافلام دي او اللي بتحب جوتزيلا او كينج كونج عمتا بالنسبة لهم الفيلم ده فيلم اسطوري يعني ممكن هيبقى بس انا بالنسبة لي انا شايفه فيلم عادي جدا مش ما كنتش من محبين السلسلة قلت لما جيت اعمل قلت يمكن اغير رأيي التريلر ده لاني لقيت ناس كتيرة جدا بتتكلم عن التريلر والتريلر معمول حلو انا بصراحة انا متفق جدا انا عاجبني الشغل اللي معمول فيه بصراحة يعني متكلف يعني من الاخر متكلف ومتكلف كويس كمان المعمولة في الفيلم حلو جدا بس انا مش من نوعات مش بحب نوعات الافلام دي وانا خد بالي كمان ان كينج كونج كبروه يعني انا عرفوا ان كينج مش كبير قوي على فكرة بالمنظر ده يعني كينج بسم الله ما شاء الله يعني بقى حاجة حاجة قد العمير يعني ما كانش كده زمان على فكرة يعني كان كبير اه برضو بس ما كانش بالحجم ده كله يعني ان هو يوصل لجودزلة يعني انا زي ما قلت نسبة رقابي للفيلم خمسة من عشرة مش اكتر من كده مع الاسف اه هتفرج عليه مش هعارف برضو يعني نص نص ما عارفش اذا هتفرج عليه ولا لأ بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن اه فيلم جودزيلا كونج اتمنى الحلقة يكون عجبتكم وان شاء الله شوكم فيديوات تانية قريبة بتصوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم ومتصوش برضو تعملوا تعملوا تشانيل التانية اللي اسمها هومالون حاسب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا لي فالو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيبلوكو اللينك في الديسكريبشن وباي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة